مزيد من التفاصيل معي مارك لي محل الأسواق مالية في شركة إكويتي أهلا بك معنا في هذه الفقرة بداية نشاهد تحرك ملحوظ لألجنيل استرليني خصوصا في الفترة الأخيرة هناك نوع من تحدي للحفاظ على المستويات على الأقل الواحد تلاتين ولكن ملاحظ أيضا أنه في سبات عند هذه المستويات هل يأخذ ألجنيل استرليني بعض القوة على المدى المتوسط؟ فساء الخير نعم كانت هناك قمة للاتحاد الأوروبي أسبوع الماضي وكان هناك عنصران على أجندة الأعمال أولا محاربة فيروس كورونا والموجة الثانية من الإصابات والموضوع الثاني لبريكزيت هذه المأساة المستمرة منذ أربع سنوات على ما يبدو ستستمر كانت هناك مهل نهائية تتغير وهذا الأمر جعل المستثمرين ينطرون الأخبار يوم الأربعاء قال الاتحاد الأوروبي أنه سيعاود الدخول في المفاوضات إذن هناك حافظ قوي لدى الطرفين للوصول إلى اتفاق برأيي لم يتغير أي شيء جذري نعم هناك استعداد للاستمرار لكن هناك نقاط احتكاك ما تزال قائمة مثل موضوع صيد السمك تعليقات باردين الذي أشار إلى أن هناك اتفاق سنصل إليه لكنه قال أن هناك قلقا أساسيا بخصوص الوصول إلى الإنصاف الأسواق يبدو تنظر إلى النصف المليء من الكأس والسترليني انتعش إلى مستوى الواحد ثلاثين ووصل إلى واحد واحد وثلاثين خمسة وسبعين وهذا المستوى لم نصل إليه منذ مطلع سبتمبر أيلول لكن من المهم أن نأخذ عدة عوامل دفعت استرليني إلى الصعود كان هناك ضعف في الدولار يوم الأربعاء ولا شك أن هذا الأمر رفع قيمة الاسترليني ومن الناحية الفنية وكسر حاجز مقاومة مهم هذا الأمر أدى إلى أوامر توقف وهذا الأمر صبت زيت على النار ونظرا إلى صرعة الرالي الذي حصل يجب أن نكون حذرين بتوقع المزيد نصعد في الاسترليني أتوقع للإسترليني أن يبتعد عن عنوين لبريكزيت لأن الأضواء ستسلط على مؤشر دولار وانتخابات أمريكية أو الحركة السعرية في اليورو مقابل للإسترليني ستعكس الحالة حالة لبريكزيت بشكل أفضل من الأزواج الأخرى نسب إلى أسعار النفط نلاحظ بقوة أن الأسعار تتأثر من وقت إلى آخر بانتشار كورونا ولكن أيضا تأتي من فترة إلى فترة قصة المخزونات بالتحديد التي تؤثر على الخام الأمريكي كيف ترى إذا تفاقم الوضع وأصبح هناك إغلاق أكثر من ذلك ونشاهد في أوروبا بعض الأمثلة هالتأثير سيكون على أسعار النفط النفط كان تحت الأضواء صدر أسبوع هذا التقرير يشير إلى تراجع في المخزونات هذا الأمر كان يجب أن يتفع أسعار النفط لكن أسعار النفط تراجعت بعض صدور التقرير فالبيانات كانت تشير إلى تراجع أكبر كانت الأسواق إذن تتوقع هذا الأمر وبالتالي الأسواق تفاعلت مع النتائج وبالتالي الهم الأكبر هو تزايد إصابات فيروس كورونا معدلات الإدخال إلى المستشفى وصلت إلى على مستوى في شهرين في أمريكا وبطبيعة حال السفر سيتراجع سواء بسبب القيود المفروضة أو رغبة الناس بعدم السفر وما يدعم هذا الكلام هو أن مخزونات البنزين ارتفعت بمليون سعمية ألف برميل الأسبوع الماضي وهذه أكبر زيادة منذ شهر ما يؤير إذن هناك ضغط على الطلب على النفط وحاليا السوق من ناحية الفنية ضعيفة وأي كسر لحاجة الأربعين دولار لفترة مستدامة هذا الأمر سيزيد المعاناة إذن نحن في وقت صعب بالنسبة للمراهنين على صعود النفط نعم شاهدنا بعض التقارير أو الإشارات المؤشرات المتباينة في الفترة الأخيرة بالنسبة إلى الوضع الاقتصاد العالمي أيضا من الولايات المتحدة قصة حزمة التحفيز نشاهد هذا الرلي بين الديمقراطيين والجمهوريين كيف ترى المرحلة المقبلة بالنسبة إلى حسم هذا الملف المهم التحفيز وتأثيره على أيضا الأسواك؟ بالنسبة لحزمة التحفيز لن تأتي قبل الانتخابات نحن على بعد عشرة أيام من الانتخابات المتوقعة بشكل كبير وحتى لو كان هناك اتفاق على الحزمة قبل الانتخابات فهي ستستغرق وقتا لدينا مناظرة رئاسية حصلت هذا الصباح وكانت المناظرة متعادلة وكان الأداء متوازنا ولم نرى تغييرا كبيرا في الأسواق المالية بعد المناظرة بالنسبة للتوقعات أنا أتوقع أن يكون هناك تعزيز للمراكز في الأسواق التي ستتداول في شكل عرض الأسبوع المقبل وإذا حصل تحرك فأنا أعتقد أنه سيكون هناك بيع للأصول الخطرة بالنسبة للتحرك الهابط يبدو أوفر حظا هناك عدة متغيرات يجب أن ننظر إليها في السوق إذا كنا مراهنين على الصعود هناك موضوع التحفيز المالي ومن الصعوبة التحديد وقت ذلك هناك عدم اليقين بخصوص الانتخابات ولا سيما الحديث عن تدخل إيراني وروسي في الانتخابات وهناك تزايد في إصابات فيروس كورونا إذن في الوقت الحاضر ليست هناك أسباب كثيرة لشراء الأسهم بقناعة كبيرة وهناك أيضا انفصال في حالات الترابط والبيانات الاقتصادية الكليات تتجاهل مثلا هناك عزوف عن المجاذفة وهناك ابتعاد عن الدولار كملاذ آمن الدولار كان ملاذا آمنا قويا طوال الجائحة البارحة رأينا بيانات إعانة بطالة قوية لكن الأسواق تجاهلتها إذن الهيمنة حاليا هي للوضع السياسي وكل العيون هي على الانتخابات ولا بد من التحلي بالصبر وتوقع حصول التقلبات في الانتجاهين وأن يكون هناك تعزيز مراكز في الأسواق المرتبطة بالدولار الأمريكي عموما شكرا لك مارك لي محل الأسواق مالية في إكويت على كل هذه المعلومات اشتركوا في القناة